وعلى الرغم من تنوع المائدة كما ذكرنا سابقا إلا أنها تتشابه في المكونات بشكل كبير والفرق بين الأكلتين في بعض الأحيان اسمها باختلاف منطقتها وطريقة طبخة مثل الهريس والجريش بل وحتى الأكلة نفسها تتغير بعض مكوناتها مثل الجريش الأحمر في الشمال واللي كان ظاهر للناس في تلك الفترة أن الغذاء يعد في المنزل والأكل من المطاعم ما كان لها الرواج الكافي لأن الإنسان في ذاك الزمان كان يبحث عن قوت يومه وأهله بشق الأنفس وخلال تلك الفترة حصل شيء جمع الموائد في المناطق المختلفة من المملكة وهو انتقال الوزارات من الحجاز للمنطقة الوسطى فتأثرت المنطقة بالفول والمطبق والمعصوب وغيرها من الأكلات اللي كانت موجودة في الحجاز الناس من أول يعني ما كانوا يحتاجوا للمطعم في الصحاري لأنه كان فيه شيء اسمه الكرم الناس كانوا كرماء عابر السبيل يعدي عليهم أو يمرهم ويكرمونه ويتجاوز إلى واحد آخر وهكذا حتى ينهي مشواره أو كانت هذه الطبيعة هي التي تحكم الناس كانت السفرة السعودية واضحة في ذلك الأيام كان لك العبارة عن مثلا في الأعراس الذبايح والرز وهذا وكان هذه السماء غالبة على المجتمع وبالتالي عندما حدث التغير الاجتماعي بدأت تتغير المائدة تغير المائدة هو تغير في سلوكياتنا وأحوالنا وأصبحنا المائدة الآن عندما نجس عليها كوكتيل تجدين أطباق من المغرب وأطباق من مصر وأطباق من سوريا وهكذا وأصبح الطبق السعودي غريب في مائدتنا اليوم ليش؟ لأننا حب التقليد وحب التباهي وحب التظاهر وما لذلك المناسبات عندنا طبعا اللي يعني تحدث عنها هي مناسبتين أساسية اللي عادة تكون اللي هي مناسبات الأعراس يقابلها مناسبات الوفيات مناسبات الأعراس كانت مشكلة كبيرة لنا نحن الصوار لأننا نحن كنا المساعدين للعملية إنما بشكل أساسي أنه في المناسبات في الأعراس إنه كان يجلب طباخ يعني الناس متخصصين للطباخة أو الكبار اللي موجودين في بعضهم مثلا يعني فنانين في الطبخ فيطبخوا يعني يطبخوا للمعازيم أو للحضور المناسبة فكان يؤتى بالحطب والخرفان تدبح في نفس الموقع والبقية المتطلبات اللي هي أرز عادة موسيقى